الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما أجمل أخلاق المسلم للناس جميعا لا يظلم يلقاك بشوشا متسما وتراه سخيا لا يحرم أنوار تتلو أنوارا من فضل الفتاح المنعين والفقه يربي أجهالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا إخوتي في الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله الله ما اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله قلت لكم في الحلقة السابقة أن شعوري شخصيا حين أشعر بكرب انتهاء رمضان شعور بالخوف والرهبة والرعب كيف سينقضي رمضان وفاتني أن أسألك طب أنت حسس بإيه ورمضان قراب يخلص وليه لي أنت حس بإيه شعورك إيه وانت حس أن خمسة وعشر رمضان يعني ليلة خمسة وعشرين ليلة دي هنعمل إيه عادت أفكر طب بعد رمضان ما ينتهي هنفقد المعاني الجميلة دي كلها أن الناس كلها صيمة النهاردة بعد الصيام خمسة وعشرين يوم بن على وش الناس بقى أثر الصيام بن عليه سهومة الصيام بينه بدأ يبان طب ده يوم العيد الناس بتتحلل من كل شيء مش الإنسان بيشتهي ويتمنى أن رمضان يستمر معنا السنة كلها طيب إحساسك إيه النهاردة ورمضان يوشك أن يرحل وهذه الليلة الثالثة من الليالي الوترية التي تلتمس فيها ليلة القدر دور عليها الليلة دي ابحث الليلة بتبدأ من المغرب خلي بالك لحد أدان الفجر دي اسمها ليلة من المغرب ومش من بعد التروا peque تبدأ الليلة لل دينا من أدان المغرب فاحرص عند أزان المغرب وأنت تفطر بدعوة اللهم ارزقني ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم عرفنا ليلة القدر اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر اللهم ارزقنا الدعاء المقبول ليلة القدر اللهم استجب دعاءنا وتقبل أعمالنا واغفر ذنوبنا وأصلح أحوالنا واهد قلوبنا واغمرنا برحمتك وحنانك يا حي يا قيوم أمين إخوتي مازلنا مع قضية أخيرة في موضوع الأمانة كيف تكون أمينا قلنا حكتين حاجة الأولينية أن تشعر بمراقبة الله لك حاجة الثانية أنك ستلقاه ودي أخطر ما فيها ولمن خاف مقام ربه جنتان إنك تخاف لما يسألك سيسألك ربك أين الأمانة هتقوله إيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا مقدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا مقدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتكو النار ولو بشق تمره شوف الأمانة ممكن تبقى إيه شق تمره نص بالحة نص بالحة ممكن يودك جهنم نص تمره ممكن يودك الجنة اتكو النار ولو بشق تمره نص تمره أمانة ضيعتها توجيك جهنم نص تمره صدقت بها في وقتك عسرة تودخلك الجنة تتكو النار ولو بشق تمره لقاء الله أن تقف بين يدي الله ويسألك احذر هذا اليوم أيضا كيف تكون أمينا أن تتخلص من النفاق أن يكون باطنك كظاهرك وأن تكون في الخلوة كما أنت في العلانية عشان تبقى أمين وتحمل هذه الصفة لازم تبقى جوة زي برة عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث ده برضو من الحديث الخطيرة جدا قال ليأتينأ ناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تعامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا في ناس يوم القيامة هيجيبوا حسنات زي القبال وعليهم بيضاء يعني مقبولة ربنا ينسفها هباء منثورا فقام رجل من آخر القوم وقال يا رسول الله صفهم لنا إنعتهم لنا نخشى أن نكون منهم قال هم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها هي دي مشكلتهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها دي خلوا معصية السر خيانة دي خيانة واشوف عقوبة الخاين دا ايه تسوق خاتمته فيموت على غير الإسلام بدليل إنها تنسف حسناته ربنا قال عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة هم دول بس اللي بتحبط أعمالهم وتنسف أما المسلم فعنده حجس محبوط الموزنة سيئات قدام حسنات دا تضيع أعماله خيانة خيانة فيه في قضية معصية السر إنه قدام الناس بيراعي نظر الناس ويراعي رأي الناس فيه ثم يخون الذي هو أقرب إليه من حبل الوريد يخون ربه عشان كده يلاقي تبقى عبدي لمجعلتني أهون الناظرين إليك كنت بتراعي نظر الناس عايز فلان يقول عنك طيب وفلان يقول عنك أمين وفلان يقول عنك صالح وفلان يقول عنك وربك مش مراعي ماذا يقول عنك ربك عشان كده دي أخطر أنواع الخيانة معصية السر كيف تكون أمينا العفة عفة العين وعفة الأذن وعفة اللسان وعفة القلب وعفة الفرج وعفة اليد هذه العفة هي سمات الرجل الأمين عفة العين لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه ما تبصش على ما عند الناس لا تنظر أن تكون إنسانا عفيفا لا تمدن عينيك عفة الأذن ما تتصنتش نحن قلنا إيه تسيء الظن وبعدين تتجسس وبعدين تغتاب تتتبع العورات عشان كده أولها لا تسيء الظن لا تسيء الظن لا تسيء الظن بمسلم الميزان في الإسلام أن تحسن الظن بالمسلمين وتسيء الظن بنفسك اتعكست الآية في زماننا بقى يحسن الظن بنفسه ويسيء الظن بالمسلمين تحسن الظن بالمسلمين عشان كده أنا عايز موضوع الأمانة اللي إحنا بنتكلم عنه ده كله كل الحلقات دي إنك إنت مش معناه أنك تروح تقول فلان خاين وفلان إنت أنا بتكلم عنك إنت عاسب نفسك إنت راجع نفسك إنت انشغل بنفسك إنت وتنشغلش بعيوب الناس مش هينفعك ده إنك حكمت على إنسان أنه خاين أو حكمت على إنسان أنه هو أمين ده مش هينفعك اللي هينفعك إنك لو فيك خيانة تتوب منها وتسأل الله أن يجعلك أمينا لأن الأمانة آه الأمين بيبان عليه طيب خليها دي بعد الفاصل وممكن تدوني فاصل يديني فاصل بس أنت ما تفصلش مني خليك معايا أحبكم في الله أعود إليكم إن شاء الله ما أجمل أخلاق المسلم للناس جميعا لا يظلم يلقاك بشوشاً متسماً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً إخوتي في الله أنا أحبكم في الله وما زلنا مع قضية الأمانة قلت في آخر كلامنا قبل الفاصل أن الأمين يظهر عليه كم معانا حديث سيدنا حزيفة بن اليمن لما قال حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين من علامات الساعة إن الأمناء ندرة ومعروفين شف قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح أنتوا تعرفوا أبو عبيدة بن الجراح على فكرة كثير من الناس ما يعرفش إن سيدنا أبو عبيدة بن الجراح كمرشح إنه يبقى الخليفة قبل سيدنا بوكر كمرشح إنه يبقى خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما راحوا سقليفة بن ساعدة فسيدنا أبو بكر قال إن اخترت لكم رجلا فأنا أختار أبو عبيدة بن الجراح فصار عمر وبايع سيدنا أبو بكر وصار سيدنا أبو بكر الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن سيدنا أبو عبيدة بن الجراح شف جلس الناس يوما في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال تمنوا فقال رجل منهم أتمنى أن يكون لي ملء هذا البيت مالا أتصدق به على المسلمين قال تمنوا فقال آخر أتمنى أن يكون لي ملء هذا البيت خبزا أطعم به المسلمين طعاما ثم قالوا وأنت يا أمير المؤمنين ماذا تتمنى قال أتمنى ملء هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة أستعملهم في طاعة الله آه 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 من ندرة الرجال هو سيدنا عمر وقع على القول الحق فين الرجال فين الرجال الأمناء الذين يتحملون الأمانة أستطيع أن أحملهم وأستعملهم أين الرجال أين الرجال منين نجيب رجالة من كلمات عمر في موضوع الرجال أيضا عجيبة عجبته لجلد الفاجر وعجز الثقة عجبته لجلد الفاجر أنا كتير قلت أننا لن ننتصر إلا إذا كان لنا جهد يساوي مية وخمسة في المية من جهد الكفار لباطلهم لكي نستطيع أن ننتصر عليهم بالحق لو شفت حماس الشيعة الباطلهم لو أهل السنة عندهم نص حماس الشيعة دول باطلهم كان أهل السنة اكتسحوا العالم أين الأمين الذي يحمل هذه الأمان كان سيدنا أبو عبيد بن الجراح عشان كده من قصص سيدنا أبو عبيد بن الجراح العجيبة سيدنا أبو عبيد بن الجراح كان قائد جيوش المسلمين في فتح بيت المقدس لما رفضوا تسليم مفتيح بيت المقدس إلا إذا جاء عمر سيدنا عمر لما جاء أراد أن يقبل يد سيدنا أبو عبيد فأكب سيدنا عبيده ليقبل رجله فما كف حتى كف سيدنا عمر كان عايز يقبل يد سيدنا أبو عبيده للجرح لما دخلوا قال لسيدنا أبو عبيده أبو عبيده بن الجرح قائد الجيوش جمع أربع جيوش تحت إمرته قائد الجيوش قال له أريني بايتك يا أبا عبيد أنا بديك بس نموذة لوحد أمين مش سيدنا النبي عشان سيدنا النبي تقول لي إن ده معصوم لو إن لكم في رسول الله أسوة حسنة ده الأصل في الأسوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنا أجيب لك رجل من عرض القوم من الصحابة زيك هو داخل امتحان الأمانة زيك بالضبط أنت مكلف هو مكلف قال له أريني بيتك يا أبا عبيد قال ولماذا يا أمير المؤمنين قال أريني بيتك يا أبا عبيد قال إذن تعصر عينيك علي بيتي حلو بك أي زي من بيتي قال أريني بيتك فدخل فلم يجد إلا إداوة ومطهرة وفراش فرسه وضعه على الأرض ينام عليه فقال له أين المتاح يا أبا عبيد أين المتاح فين الفرش فيش عندك كان بنعد عليها دولاب تحط في حكتك سريل تنم عليه قال هذا يبلغنا المقيل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلة وأحسن مقيلة قال لذول يوصلون لحد الجنة مش عايز أكثر من كده هو ده الأمين أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه يا ترى نقدر نقول النهاردة إن في بني فلان رجل أمين نشاور عليك انت انت يعني انت في منطقتك بيقال انت انت اسمك ايه اسمك ايه انت يقال ان انت أمين انت أمين المنطقة دي انت يا ترى لما يتحدث عن الأمانة يذكر في المنطقة فلان رجل أمين يحال عليك لما يسألوني في منطقة ايه في منطقة كده نروح لمين أقول لهم فلان انت هل انت تؤتمن على دين الله لتنصح الناس فيه وتؤديه على مراد الله منك ولا يقال مين أمين اخوتي انا أحبكم في الله انتهينا من موضوع الأمانة على هذا السؤال انت أمين هذه المنطقة يقال عنك رجل أمين ولا مش انت هذا الجواب سينفعك عند الله أحبكم في الله استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله ما أجمل أخلاق المسلم للناس جميعا لا يظلم يلقاك بشوشا متسما وتراه سخيا لا يحقق الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ترجمة نانسي قنقر